شفته واسماته مداخلة الفنان صلاح عبدالله واللي خلت الفنان احمد عزمي يدخل في نوبة بكاء شديدة جدا بعد ما الوسط الفني كله تخلى عنه بعد دخوله السجن وعلى فكرة هو دخل السجن بسبب انه هو كان مع اقراس مخدرة اتمسك بيها في كمين في شرم الشيق وكان كمان مع ناس او بنات محدش يعرفها وكانت منهم بنته مسجلة وبالتالي احمد عزمي اتقبض عليه وتحبس حوالي ست شهور وده يعتبر اول ظهور ليه من فترة الحبس او تاني ظهور تقريبا لكن في ناس اشادت بموهبة احمد عزمي كفنان وانه لازم الوسط الفني كله يدعمه ومن ضمن الناس اللي دعمت احمد عزمي كان الفنان صلاح عبدالله وكان نشوى مصطفى ومصطفى درويش ورانيا محمود يسين وطبعا كان بكى بعد مدخلة هاتفية من الفنان صلاح عبدالله وكمان الفنانة نشوى مصطفى نزلت جزء من اللقاء ده على حسابها على فيسبوك وقالت اله يجبر خطرك يعمل صلاح ويراضي قلبك يحمد وترجع تنور الدنيا بشغلك العظيم احمد عزمي يا جماعة من اكتر الزملاء المبدعين المهزبين ربنا يراضيك وطبعا طلبوا من المنتجين ان هما يدخلوا احمد عزمي في اعمال سينمائية جديدة ومش بس كده رانيا محمود يسين كمان ومصطفى درويش كانوا بيسندوا الفنان احمد عزمي بعد ما رانيا محمود يسين نزلت برضو نفس المقطع على حسابها على فيسبوك وكتبت وقالت كل الدعم يا احمد انت فنان كبير وكل الناس بتغلط عادي ده انا من جمهورك والله كل الناس بتحبك وباذن الان اشتغل مع بعض قريب وده شيء يشرفني جدا طبعا بالطريقة دي الفنانين او بعض الفنانين رحبوا بظهور احمد عزمي وكمان بيتشرفوا ان هما يشتغلوا معاه مش عيب ان الواحد يغلط الا عيب ان انا استمر في الغلط بتاعي احمد عزمي طلق وتكلم على المحن اللي واقع فيها وادمنوا المخدرات بعد وفاة اخوه في خناقة وطبعا دي حاجة كلنا معرضين لها ان الواحد يدخل في مشاكل كتير جدا لكن الصح ان الواحد يعاند ويعافر علشان يطلع من المشاكل وبرضو الاهم ان الواحد يعترف بالغلط اللي هو واقع فيه علشان ده اول طريق للتوبة من الغلط ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص ظهور احمد عزمي ومكالمة صلاح عبدالله في برنامج كلام الناس مع الاعلامية ياسمين اعز لحد هنا بقى وصلا نهاية حلقت النهاردة ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشارفنا بشارك بالقناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته